وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضية حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 440 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 41 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمو ضبط قرابة 17 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار الرسمي للسلع الغذائية تمو ضبط قرابة 25 طن أما في مجال قضية المخابز تمو ضبط 607 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلعب منظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط أربع قضايا بمضبطات بلغت قرابة 15 طن أقمح محلية